مجموعة من حاويات الصفيح المتهالكة يطلق عليها اسم مدرسة تفتقر إلى أبسط سبول التعليم وتقع على بعد أقل من عشر كيلو مترات من وسط العاصمة الترابلس مدرسة صلاح الدين الأيوبي بطريق المطار التابعة لمراقبة التعليم سوان بن يادم يعاني تلاميذها ومعلموها من انعدام الإمكانيات التي تسهل عليهم العمليات التعليمية مدرسة صلاح الدين الأيوبي ليست الوحيدة التي تعاني في المنطقة فعلى بعد أكثر من تسعين كيلو مترا من العاصمة الترابلس يعاني طلاب مدرسة 17 فبراير الواقعة بمنطقة ود الحي جنوب غرب ترابلس من انعدام البنية التحتية بالمدارس حيث لا تقيهم جدران المدرسة برد الشتاء ولا حرارة الصيف رغم الوعود من الجهات المختصة باستكمال مبنى المدرسة الجديدة المتوقفة منذ أكثر من 15 سنة أنا متشفت مدرسة العرباء اللي بنوها هذا بلوك قلت الله يردنا إيه مدرستنا مبنية بلوك نحن صفيح مدرسة صفيح نعانوا في وقت الشتاء تخيلين لدرجة أن أولياء الأمور متضايقين قمت تصب لهم مطر نقولوا عطلة يقولون لنا لماذا قدرتوا عطلة لأن الصغار ما يقدروش يعني يجوه للمدرسة تريلا أو المدرسة الصفيح يقطر يصب في الممياء ثاني حاجة البركة الموجودة في الساحة هذه أول حاجة معاناتنا في فصل الشتاء والصغار يعني صغيرين ثاني حاجة في فصل الصيف يعني حرارة شديدة جدا جدا ما نقدروش أن نحن لدرجة والله المية تصب من بالعامية الواحد المية تبدأ تصب من ظهرة وليس بعيدا عن مدرسة 17 فبراير تعاني مدرسة شهداء الخيار التي أنشئت بالمجهود الذاتي للسكان منذ أكثر من 25 سنة من افتقارها حتى للفصول الدراسية وتعاني الطالبات من صعوبة الوصول إلى المدرسة بسبب انسداد الطريق المؤدية إليها عند سقوط الأمطار لبعدها عن الطريق المعبدي أكثر من ثلاثة كيلومترات يريد حتى تريلات زي الناس مجهزة تريلات مكسرة شوف قدامك أنا قلت لك عدة مرات نبدأ نعطي في الدرس يطلع لي حشاك فار من هنا وغير لما تصب لمطر أنت تبدأ تعطي الدرس وتصب لمطر تنزلك المية من هنا داي ما فيش مساحة زي الناس ما فيش طبور صباحي ما نقدرش نديره استراحة يطلع الصغار حتى ينفسوا على رواحهم شوية تصب لمطر وندخلهم نفس الشي في الصيف الصيف تجي هناك ما تقدرش حتى تتنفس هو كورونا وما تقدرش تتحول الكمامة وفي نفس الوقت تضغط يعني ما فيش أي حاجة تخليك أنك أنت تجي وتعطي للمدرسة كذلك مدرسة بئر الغنم الغربية تعاني من انهيار أجزاء من مبنى المدرسة المتهالكي الأمر الذي سبب إغلاق المدرسة فترة زقوط الأمطار نهيك عن صغر حجم الفصول المدرسية التي لا تستوعب عدد الطلاب بالمدارس مدارس بلا أبواب ولا نوافذ ولا مكتبة ولا معامل تعليمية لا دورات مياه ولا مياه صالحة للشرب مدارس بلا فصول وبلا معلمين هكذا هي الصورة في المناطق التي تبعد فقط عشرات الكيلومترات عن مقر وزارة التعليم